وده اللي هبدأ معاك بالنهاردة وإحنا على الهوى كريستيانو رونالدو كان في حوار مع الأعلامي الشهير بيرس مورجان وقال كلام في منتهى الخطورة كلام يؤكد إن علاقته مع مانشستر يونايتد انتهت تماماً وبعد كاس العالم كريستيانو رونالدو هيبقى في نادي آخر ولن يكمل الموسم مع مانشستر يونايتد عشان كاملة هؤلاء لكو ده مستحيل بعديه إنه يكمل مع مانشستر يونايتد فعش فيه توقعات بعد كده بص بق كريستيانو رونالدو ملخص اللي قاله يعني قال أنا أشعر بالخيانة من مانشستر يونايتد لقد أكبروني على الخروج المدرب وأشخاص آخرين أيضاً الأمر ليس جديداً هناك أشخاص لم يرغبوا بوجودي في النادي منذ العام الماضي وليس هذا العام أنا لا أحترم تينهاج المدير الفني لمانشستر يونايتد لأنه لا يحترمني مانشستر يونايتد استخدمني كعزر لكل الإخفاقات التي حصلت للنادي وقال عن مدربه السابق رينجانج قال إذا لم تكن مدرباً من الأساس كيف تشرف على تدريب نادي بحجم مانشستر يونايتد وقال منتقداً وين روني الهدف التاريخي لمانشستر يونايتد لا أعلم لماذا روني يهاجمني دائماً ربما لأنه أنهى مسيرته وأنا ما زلت ألعب في أعلى مستوى ليس لدي سوى الاحترام لسولتشاير المدير الفني السابق أو الأسبق لمانشستر يونايتد ولم يكن هناك أي تعاطف من نادي مانشستر يونايتد بالنسبة لإمناتي المريضة بيحكي عن موقف يعني كان عايز ياخد فيه أجازة وقال منذ رحيل سير أليكس فريكسون لم يتطور شيء في نادي مانشستر يونايتد لا شيء تغير وقال إنهم اعتبروني وصمة عار وأضافت إن على جماهير مانشستر يونايتد أن تعرف الحقيقة أريد الأفضل للنادي ولهذا السبب أتيت ولكن هناك مشاكل في الإدارة لا تساعدنا على الوصول لأعلى مستوى مثل ليفربول والسيتي وحتى أرسنل قال كمان لقد اتبعت قلبي وقت انضمام المانشستر يونايتد وأيضاً السير اللي هو السير أليكس فريكسون طبعاً أخبرني لا يمكنك الذهاب إلى مانشستر سيتي وقتها قلت له حسناً أيها الرئيس تفتكرة هيكمل مع مانشستر يونايتد؟ لا صعب جداً الأجواء اللي بعيشها كريستان رونالدو في مانشستر يونايتد من بداية الموسم ده تحديداً حتى لو كان لي رواسب من الموسم الماضي بتأكد لك إن الأمور رأيشت على ما يرمى بين كريستان رونالدو ومانشستر يونايتد مانشستر يونايتد على صعيد آخر على الصعيد الإداري بيعاني من بعض الهزات منذ أن تولى أبناء مالكلوم جليزر الملك الأمريكي دي اليونايتد قيادة النادي أبناءه الستة والأمور ليست على ما يرمى ابتعد الشكل الإداري والنمط الإداري اللي عاش عليه اليونايتد لسنوات خاصة فترة السير أليكس فيركسن أعتقد أنه صعب جداً أن الأمور تتعود مستقرة حتى لو كانت الأمور على صعيد النتائج أفضل مما سبق ويمكن يكون تحتلهاها كريم من التكلم على أن الأمور بدأت في التحسن يونايتد بياخد ثلاثة منطق النهاردة يعني أرسنل بس هو لشوية بعيد لكن باقي الفرق حتى السيتي تفقد نقاط كتير مخلي اليونايتد لازال في الصورة فأعتقد أن كريستان رونالدو بيكتب الكلمة الوداعية وعلاقته بجماهير اليونايتد هي اللي خليته عملت التصريحات النهاردة كي يبرق ساحاته ويبرق زميته أمام جماهير اليونايتد من تثبته بالنتائجه ومن الحالة اللي علاها كريستان رونالدو وعدم اشتراه وكل يؤكد أنه هناك بعض الأمور ليست على ميرام داخل ملعب الألترافر كريستان رونالدو الخطوة جاءت بقى فين أعتقد كريستان رونالدو وعدم مشاركته خلال الفترة الماضية مش هتخلي فيه عروض كتير خاصة أنه عايز يلعب في الطب لفل كان فيه كلام على عرضه من نابولي لكن أشك أنهما قدروا يدفعوله الراتب حتى ولو الراتب أقل من اللي كان بياخده لكن ممكن يكون عنده خطوة في نادي بيبني على مشروع جهي نيوكاسل أعتقد أنه يكون نادي مناسب لي تشيلسي تشيلسي ممكن كمان لكن خاصة أن تشيلسي الأمور لست على ما يرم محتاجين يرمموا الأمور حتى على الصعيد الجماهيري أنه يعملوا صفقة تعمل راو جماهيري كبير في السيزن اللي جاي كممكن يكسل إنهم محطين بطسود كبير للسيزن اللي جاي خاصة لو تأهلوا للشامبينز ليج ومشين بشكل كويس جدا في البريميد ليج وفي مركز التالت دلوقتي لكن أعتقد أنه ممكن ممكن لو هو حابب أنه يفضل في البريميد ليج